اشتركوا في القناة في زر الجهاز اضغطوا لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تكملها لشرح يونت تو الوحدة التانية من منهج كوننكت سيكس المنهج الجديد عشرين اربع وعشرين طبعا كنا شوفنا في الفيديوهات اللي فاتت شرح الوحدة الاولى وكمان كنا شوفنا درس الاول من الوحدة التانية وكمان كنا حطينا فيديو خاص بامتحان على يونت ون الوحدة الاولى كاملة وده كان الفيديو اللي قبل اللي فات هنكمل ان شاء الله اللي هو الدرس التاني بانوان اللي هو المكان يعني مكان احنا فخورين بي او نفتخر بي يبقى هنا كلمة اللي هو المكان كلمة اللي هي فخور بي طبعا زي ما احنا متعودين بنبدأ باهم الكلمات عندي كلمة اللي هي فخور بي طيب 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 بتيجي بمعنى نوع وبرضو لو هجيب مع حرف الجار بقول طيب او كايند او ويب سايت ويب سايت ويب سايت ويب سايت اللي هو موقع على الانترنت انفورميشن 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 اللي هي معلومات وسامح حد شاطر بيقول لي يا مستر احنا خلنا كلمة انفورميشن ديت من الاسماء التي لا تعد لانكاونتابل نونز صح وقلنا اسم لا يعدي بقى دائما يعمل معاملة ايه ها المفرد صح اللي هو مشروع تكنولوجي 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 اللي هي التكنولوجية تورست تورست اللي هو السائح اللي هو ملصق او اعلان اللي هي صفحة بمعنى يذكر بلس 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 معناها زائد او بالاضافة الى كلمة برو 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 بمعنى يستغير او يستلف نروح بعد كده للكلمات الاضافية من قلب التكست النص عندي مودرن 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 بمعنى حديث او جديد هبي 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 اللي هي سعيد وعكسها زي ما احنا عارفين كلمة ساد كلمة ماب 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 اللي هي الخريطة find out فايند اوت فايند اوت فايند اوت معناها يكتشف او يعرف يعني بتساوي كلمة no او كلمة discover main 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 معناها رئيسي او اساسي كلمة مهمة جدا في الواحدة عندنا كلمة experiment 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 اللي هي تجربة علمية يعني تجربة بنعملها في المعمل اللي هي الغرب بتيجيب معنى قاعة اللي هي منطقة اللي هو مقعد سابت في حديقة أو في مدرسة أو في شيء يبدأ اسمه اللي هي نفورة اللي هي صارت الجم اللي هو قسم بنقول مسلا قسم اللغة الانجليزية يبقى انجليش عندي كلمة اللي هو مبنى اللي هي يستخدم اللي هو التلاميذ أو طلبة سامح حد شاطر بيقول لي بتساوي كلمة اللي هي علوم ركز بقى كده في نطق الكلمة اللي جاية اللي هي المعمل اللي هي معدات وبرضو حد شاطر بيقول لي يا مستر كلمة دي من الاسماء التي لا تعد يعني ايه يا مستر اسم لا يعد يعني يعامل معاملة المفرد ويه كمان ما ينفعش ان انا اجمع وما ينفعش ان انا احط لها اسجم سبند 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 اوت سايد اوت سايد اوت سايد اوت سايد اوت سايد اللي هي خارج فيلد فلد 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 تجيب معنا ملعب سرستي 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 اللي هو عطشان Ск hawان بلانس 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 اللي هي نباتات جمناستيكس 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 اللي هي العاب القنباز فيزيكل فيزيكل اللي هي تربية بدنية المقصوبة اللي هي حسة الالعاب نروح بعد كده لالتصريفات الافعال ونبدأ كالعادة ب الافعال المنتظمة عندي بمعنى ينظر معنى يرحب بي في الماضي بمعنى يزاكر او يدرس والماضي منها كلمة برد بمعنى يستعير او يستلف نروح لأفعال الغير منتظمة عندي كلمة بمعنى يختار بمعنى يوضح او يزر او يبين معنى هيقضي وقت او بتجيب معنى ينفق بمعنى يجري بمعنى يجد نروح بعد كده لأهم اللي هي التعبيرات اللي هي حروف الجر اللي موجودة عندنا في قلب التكس اللي هنشوفه بعد شوية عندي كلمة براود اف دايما براود يبقى معها كلمة اف بقى بعدها اسم او فعلي زاد معنى فخور بي طيب اف قلنا لها نوع من معنى صفحة من صفحة من الكتاب صفحة من الانترنت يبقى دي اسمها تعبير مهم جدا كلمة انه اللي هي تجربة علمية اللي هي تجربة في المعمل دايما معها الفعل دو يبقى دو ماعنى هيقوم باجراء تجارب معنى هيجلس على ماعنى هيتولى مسئولية او بتيجي بمعنى يدير او يكون مسئول عن معنى يستخدم لي او من اجل من الافعال كلمة نيد من الافعال اللي دايما نجيب بعدها اللي هيتو زائد مصدر بمعنى يحتاج ان under the tree يعني تحت الشجرة خدنا تعبير كلمة تو قلنا بمعنى ايضا وقلنا بتيجي فيه الجملة المثبتة شطار وكمان بتيجي فيه اخر السؤال يبقى بتيجي في اخر الاسبات يعني جملة مثبتة وكمان في اخر السؤال بعد ما شفنا اهم بقى التعبيرات والكلمات نبدأ نشوف التكست بتاعنا اللي هو نص الكراءة بيقول الفؤاد سكول بيتكلم عن مدرسة اسمها مدرسة الفؤاد بقول يعني اهلا بكم في الفؤاد سكول طبعا لما نجي نرحب بشخص او بمجموعة بنقول نجيب عليها هنا المكان يبقى وهكذا اهلا بليس بليس ديت المقصوب بها اللي هي مين الفؤاد سكول شطار نركز بقى مع بعض كده which we are proud of proud of يعني فخور بي يعني نفخر بي المكان ده يا مستر مش كلمة سكول هنا مكان يبقى المفروض هناخد كلمة where اه هقول لك مفروض مع المكان بنجيب كلمة where بس لو بوصف المكان خلاص او شعورنا نحية المكان بنستخدم كلمة which وده هنشوفه ان شاء الله في الجزء الجرامر الخاص بي الدرس دوت we are proud of يبقى هنا نحط خط تحت كلمة proud of اللي هي ايه فخور بي we are proud of our new فخورين بي new جديد modern اللي حديث buildings يعني فيه مباني جديدة في المدرسة بتاعتنا and we are happy سعداء to show them to you وإحنا صلاحنا احنا ايه نفرقك على الاماكن ديت او نعرفك بي الاماكن ديت please لو سمحتم study the map ادرسوا الخريطة اللي معاكم and find out تعبير على بعضه قلنا find out بمعنى ايه يعرف او يكتشف where the main buildings كلمة mean قلنها بمعنى ايه اساسي او رئيسي buildings اللي هي المباني are يعني اتعرفوا على المباني الرئيسية and what we use them for وكمان بنستخدم الاماكن ديت في ايه طب نشو بقى الاماكن الهامة بول زا احمد زويل building اللي هو مبنى احمد زويل بول this is the place دا المكان اللي هو المبنى بتاع احمد زويل where مع المكان يبقى بنجيب كلمة where اهيت students study science بيدرسوا فيه مادة العلوم there are يعني يوجد في المكان دوت اللي هو مبنى احمد زويل four classrooms يعني اربع فصول and two new laboratories وكمان معملين جداد these laboratories have all the equipment يعني فيهم كل المعدات which classes need طب هنا كلمة which بتكلم على غير عقل المعدات يبقى بنجيب كلمة which وده كله برضو ضمائر اللي هي خاصة به which where هنشوفهم في الشرح بالتفصيل classes need to do ها خدنا بقى كلمة experiment يبقى معها الفعل ايه do يبقى do experiment معناها يقوم بي تجرب طب نروح ليه المبنى التاني the west court اللي نصبها القاعة الغربية this is a large open area منطقة مفتوحة where بتكلم على مكان يبقى نحط كلمة where students التلاميذ او الطلبة spend بيقضوا time outside اللي هو تبتعهم في الخارج there is a play ground القاعة ديات او المكان دوت او الفناء دوت فيه ملعب am playing field اللي هو ملعب كرة there are also benches اللي هي المقاعد to sit on عشان الطلبة يعودوا على المقاعد ديات under the trees يعني تحت الشجر and a water fountain كلمة مهمة جدا كلمة fountain قلنا اللي هي نفورة if you feel seriously يبقى مصدر ليه المياه يبقى لو عشان يروح ليه النفورة ديت طبعا فيها مياه مضيفة يعني ويبدي يشربوا من المكان ده children can also grow plants يزرعوا نباتات with mister mahdi he is the teacher teacher اللي هو المعلم who helps in the garden يعني بيساعدهم في الحضيقة او المسؤول عن الحضيقة طب نروح بعد كده للمكان التالت اللي هو the IT IT ديت اختصار ليه حاجة اسمها information technology اللي هو تكنولوجيا المعلومات building اللي هو مبنى تكنولوجيا المعلومات المقصوبة اللي هو مبنى بتاع الكومبيوتر والحاسبات وكلام ده this is a building where you can find يعني تجد our computer classroom اللي هو في الفصول بتاعة الكومبيوتر students come here بيقول المكان دوت for their information technology listens يبحث اسم تكنولوجيا المعلومات we have over عندنا اكتر من 50 desktop computers plus قلنا معناها بالاضافة الى او زائد laptops and tablets which بكلم هنا على غير عاقل اللي هي tablets او computers students can borrow كلمة مهمة جدا قلنا كلمة borrow بمعنى يستعير طب نروح للمكان اللي بعد كده the twenty twenty four gym ball zielo building المبنى الاصفر is our new gymnasium اللي هو مكان الجم او مجمع الالعاب الخاصة بيه الجم والالعاب ريضي we use it for basketball handball and gymnastics during اثناء physical education انالي هي التربية البدنية لالالعاب يعني listens اللي يحسس الالعاب there are some teachers في بعض المدرسين who run after school sports club هنا run after معنى بيكونوا مسؤولين عن او بيقدموا الدعم لي او خدمة clubs two like five a side football كلمة five a side football اللي هي طبعا الكرة الخماسية مستر عفيفي اللي هو الاستاذ عفيفي من من قسم الرياضيات ورياضة التنس اللي بيشرف عليها من قسم اللغة الفرنسية بعد ما شفنا الشرح الخاص بالدرس التاني وعرفنا الكلمات وفهمنا اهم الكلمات وكمان عرفنا التكست اللي هو النص الاساسي بتاعنا واخدنا اهم حروف الجر مع التعبيرات نبدأ يا ابطال التطبيق العملي السؤال الاول بيقول listen and write اسمع وكتب true or false زي ما اتفقنا نحنا بنسمع التكست وعلى كده بنحط الاجابة سواء كانت true او false نسمع كده listening بيقول the west court is a large open area in this area students can spend time outside there are benches to sit on under the trees نروح للسؤال الاول بيقول the west court is a large open area طبعا يبقى الاجابة هنا اكيد true صحيحة طب السؤال التاني teachers can spend time outside لا ده احنا خدنا كلمة students يبقى هنا كلمة false there are benches to sit on under the trees يبقى طبعا اجابة صحيحة يبقى true نروح لي السؤال رقم اتنين اللي هو read and match طبعا زي ما قلنا بنقرأ الصفة الاولى كلها والصفة التانية ونشوف الاجابة المناسبة بول this is the street اللي هو الشارع where we are proud are there new mister mahdi is a teacher ميدي هناك كلمة buildings here who helps us in the garden ساعدنا في الحديقة which helps me التي يساعد of new school my uncle lives نروح بقى للسؤال الاول بيقول this is the street where ده الشارع يبقى هنا رقم اي يبقى my uncle lives we are proud حافظنا على بعضها proud هاشطار of يبقى هنا of new school يبقى هنحط الاجابة هنا رقم اتنين are there new السؤال هنا بدء بare ايبقى سيغل تستفهام يبقى فيش غير اجابة رقم اي نكتغنبها number three mister mahdi is a teacher teacher يعني عاقل يبقى هنا who helps us in the garden يبقى دية number four رقم اربع نروح بعد كده لسؤال الاختيارات بول we are space of our country ايجيبت اللي هي بلدنا مصر براود فخور المريض ساد حزين انجري غاضب لا يبقى هنا كلمة براود of اللي هي فخور بي we use the new space for basketball عشان نمارس كرة السلة and gymnastics لالعاب الجنباز يطرى فيه cinema للسينما library للمكتبة gymnasium اللي هو مبنى الجيم او الجنباز او الالعاب الرياضية ولا laboratory اللي هو المعمل لا يبقى هنا هنحط طبعا كلمة gymnasium we use the space to find out عشان نعرف where the main buildings are عشان تعرف على المباني الرئيسية هنستخدم map خريطة glasses نظارة scarf اللي هو الوشاح او الاشرب ولا فاونتين نفورة طبعا اللي ارى النص معايا وحفظ الكلمات هاي لايها سهلة خالص يبقى هنا هنحط كلمة map اللي هي الخريطة we can do space in the laboratory اللي هو فيه المعمل يطرى جودو لعبة الجودو experiments تجارب علمية swimming سباحة housework عمل المنزل طبعا يبقى هنا هنحط كلمة experiments we played football in the football لعبنا كرة فيه يطرى ويل عجلة فاونتين نفورة فيلم اللي هو الفيلم ولا فيلد اللي هو الملعب يبقى اكيد كلمة فيلم سمعنا الشاطرة هيك من اللي ركزت فيه النص بتقول الإجابة من قبل ما كمل there are space to sit on حاجات نعود عليها under the trees يطرى walls اللي هي حوائط أو جدران books كتب pinches مقاعد dishes أطباق طبعا يبقى هنا pinches اللي هي المقاعد if you feel seriously لو شارط بي العطش there is a water space on the right على يمينك يطرى ماونتين جبل فاونتين نفورة club نادي clock اللي هو ساعة حق أو منبه طبعا يبقى هنا نحط كلمة فاونتين children can grow plants يعني ممكن يزرعوا النباتات انزاء يطرى فيه garden ولا gym ولا laboratory طبعا يبقى اكيد طالما قال يبقى نحط كلمة garden اللي هي الحديقة ديورينج اي تي قلنا طبعا اي تي اختصال لكلمة information technology listen we use computers بنستخدم computers او laptops او او اللي هو tablet glasses نضارة سوكس اللي هي الشراب tablets خلاص يبقى هنا طبعا هنحط الاجابة الاخيرة اللي هي كلمة tablets طبعا ديها كلمة tables اللي هي الترابيزات يبقى هنا tables tables glasses اللي هي النضارة وسوكس اللي هو الشراب tablets طبعا اللي هي tablet طبعا نخب بنا عشان الكلمة الاولى والاخيرة ريبين من بعض ديها tables اللي هي trabeza وديها كلمة tablet اللي هي tablet we need space to do experiments علشان نعمل تجارب محتاجين equipment ولا كلمة trucks ولا books ولا jokes طبعا يبقى هنا هنحط كلمة equipment اللي هي المعدات نروح بعد كده للسؤال رقم اربع اللي هو سؤال الترتيب مديني building new we of modern or our طبعا يبقى هنبدأ بالفعل اللي هو كلمة we ونحط كلمة are proud of our ونحط كلمة new هبقى بعدها ايه كما ونحط كلمة modern ونحط buildings اللي هي المباني الحديثة and there or there for laboratories classrooms وكلمة two وهنا طبعا there ونحط كلمة are four four ونحط كلمة kelas rooms and two labor tourists ونحط في الآخر full stop bull sit under pinches zay on trees zay يبقى هنقول zay ونحط كلمة sit ونحط on هيعودوا على يبقى كلمة benches under ونحط كلمة zay trees اللي بعدها do aحمد live where and aya يبقى هنبدأ بكلمة where فعلي مساعد يبقى do فعلي يبقى aحمد and aya ونحط كلمة live اللي هي يعيش ونحط طبعا علامة استفهام لان ده سؤال نروح بعد كده لسؤال الاخير معنا write a paragraph of about fifty words using the following guiding elements من اهم الموضوعات اللي ممكن يجبها لي في الامتحان بتكلم على the new building of your school يعني المبنى الجديد في المدرسة او المباني الجديدة في المدرسة بتاعتك ممكن استخدم how many new buildings عدد المباني الجديدة are zero اللي موجودة what do you use them for وكمان بتستخدم المباني ديت في ايه طبعا تبقى بقى اللي التكست اللي احنا اريناه ممكن نكتب البراجراف دوت هنكتب بقى الموضوع اهوات بيقول there are two new buildings هقول ان يوجد مبنين اتنين جداد في المدرسة in my school ونحط في الستوب بنبدأ يعني فخور هنقول ان احنا فخورين بالمباني ديت طب there is a building ممكن بقى نتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل في مبنى called زا احمد زويل building مبنى احمد زويل ونوصفه it is a place مكان where we study science and do experiments خلاص يبقى كده قلنا المكان وقلنا الوصف بتاعه بنستخدمه في ايه ممكن نقول مكان تاني كمان there is also زا اي تي building اللي هو المبنى بتاع الاي تي السيزنس يقوم هير بيجو هنا for اي تي لسنز عشان نحسس الاي تي الكمبيوتر we have many computers and tablets يبقى هنا اتكلمنا عن مكانين اتنين فاخرين بهم انهما جداد واستخدمنا كل مكان في ايه انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح لي الجزء الخاص بالجرامر اللي هي القواعد بتاع الدرس دوت اللي هي بتتكلم عن كلمة بتتكلم عن كلمة وبتتكلم عن كلمة مع المكان ده ان شاء الله هنشوهه في الفيديو القادم ملف الشرح اللي احنا شرحنا منه الجزء دوت ان شاء الله هيكون موجود في الوصف اسفل الفيديو عشان اللي عايز يحمل ويحل التمرين اللي واحده في الكراسة او يحلها في الورق بعد ما يصوروا انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر